السلام عليكم و أهلاً وسهلاً فيكم في قناة ناصر وورزون مثل عادة في نهاية كل أسبوع من لخص الأخبار المرة تعلن في علم الألعاب خلاله في هذا الأسبوع شفنا استيام من شركة سوني عن موضوع موافقة سيمي على عملية استحواذ مايكروسوفت على شركة اكتيفجن بلزرد بالإضافة أنه شفنا إشاعات بتحكي أنه شركة سوني شغالة على إجدار جديد من أجهزة البلايستيجن واخبار بتحكي عن عودة واحد من أعلام شركة بايويرل لصفوفة عشان يساعدها أن تنهي لعبة تراغون إيش دريد وولف بس قبل ما نبلش الفيديو لو سمحتوا بدي أذكركم بزر اللايك وإذا أنت كنت مشاهدي جديد لأول مرة بتشوف القناة بتمنى تضغط على زر الاشتراك خلينا نبلش الفيديو بسم الله الخبر الأول على قائمة اليوم متعلق في الاستياء الواضح اللي ظاهر على شركة سوني بعد الأخبار اللي مرت علينا الأسبوع اللي مضى بعد ما شفنا أنه السي ام اي طالعة من خلال مبدئيا مواقعها بتحكي إنها من خلال عملية استنباطها وتحقيقاتها اللي عملتها على موضوع استحواز شركة مايكروسوفت على شركة اكتيفاجين بليزر وصلوا لقرار بأكدوا نوعا ما أنه عملية الاستحواز هاي ما رح يكون لها أي آثار سلبية على عملية التنافس سواء كان على المنافسين كشركات أو على اللاعبين بشكل أو بآخر وكانوا مبدئيا شايفين أنه حتى عملية تحويل لعبة كولف ديوتا للعبة حصرية إنها تصير لجهاز الاكس بوكس بالعكس رح يكون آثاره سلبية على شركة اكس بوكس أكثر من لو أنه تركوها تكون متوافرة على بلاي ستيشن بكل الأجهزة تبعتها فنوعا ما كان في موافقة مبدئية من عملية الاستحواز هاي من جماعة السي ام اي من خلال مبدئيا عملية التحقيق اللي عملوه كان هذا الحكي مبدئيا خلال الأسبوع اللي مضى لنا شارككم برضو فيه من خلال قناتي وأخباري فطبعا هذا الحكي كان جدا إيجابي وبدئيا بسطنا عليه بس طبعا للأسف جبهة سوني كانت جدا مستاءة من هذا الحكي فكانوا عاملين كتاب من عشر صفحات مرسلينه إلى السي ام اي بوضح فيه إنه هم مستئين جدا من هذا القرار واصفينه بالحرف الواحد إنه قرار مفاجئ وغير متوقع وغير منطقي من خلال مبدئيا يعني المرخص اللي هم عملينه من هذور العشر صفحات إنه هم حاكيين إنه السي ام اي استعجلت جدا في قرارها بدعي إنه السي ام اي فشلت إنها تثبت إنه مبدئيا شركة مايكروسوفت إنه ما عندها الإمكانية أو القدرة إنه بيوم من الأيام إنها تشيل لعبة Call of Duty من أجل ست بلاي ستيشن إذا يعني فعليا قررت إنها تعمل هذا الحكي وإنه السي ام اي برضو فشلت إنها تحقق في موضوع أي مخاوف ممكن تكون إنه مستفيد بالنهاية شركة مايكروسوفت من ناحية فوائد تجارية محتملة اللي راح تكون طبعا مستفيد منها النهاية هي شركة مايكروسوفت فهم شايفين مبدئيا إنه تحقيقات السي ام اي ما دخلت في عمق كتير بالنهاية إنه يحققوا في كل هاي الأبعاد اللي هم شافوها إنه تم تهميشها من قبل السي ام اي وكانوا برضو حتى مشيرين في هذا الكتاب اللي من عشر صفحات عن الجدل اللي صار خلال الشهر الماضي لما شفنا إنه كان في واحد من المدرى الإبداعيين في شركة باثيزدا كان طالع من خلال مقابلة وحاكي هيك بطريقة بأخرى إنه كان بيوم من الأيام كانت هاي الشركة شغالة على نسخة راح تكون متعلقة في جهاز بلاي ستيشن من لعبة ريدفول بس بعد ما طبعا شركة مايكروسوفت وإكس بوكس استحوذوا على شركة باثيزدا بكل استوديوهاتها قرروا مبدئيا وإجادتهم تعليمات إنه نسخة بلاي ستيشن اتم كنسلتها وإلغاءها وخلاص إنهم ينهوا العمل عليها فكان هذا الحكي طلع من خلال واحدة من المقابلات وبناءً عليه كان في توجه من شركة سوني تحكي عمي ها هاي شايفين إنه كان فيه بيوم من الأيام راح نشوف لعبة ريدفول تكون نازلة على بلاي ستيشن بس مايكروسوفت لغت هذا الموضوع كليا وهذا الحكي ممكن يصير نفس الإشي مع ألعاب كولوف ديوتي يعني هما بيحكوا إنه إحنا راح ننزل ألعاب كولوف ديوتي على بلاي ستيشن بس لا يعني إنه مبدئياً هذا الحكي راح يضمن فعلياً إنه راح يطبقوه ممكن بيوم وليلة إنه يصحوا ويحكوا لا يا عمي خلاص لغين الموضوع ولعبة كولوف ديوتي راح تكون حصرية بس كل هذا الحكي مبدئياً كانت سيمي أوردي حكي فيه تقريرها ويعني فعلياً تحقيقها حكي إنه مش شايفة عملية إنه فيه مخاوف إنه شركة مايكروسوفت تتحول لعبة كولوف ديوتي حصرية بسبب إنهم استنبطوا أو وصلوا لقرار إنه فعلياً يحولوها للعبة حصرية راح يكون عواقبها سلبية أكثر من منافعها الإيجابية في حال لو صار هذا الحكي حالما بدئياً هي شركة سوني أوردي من أول ما صارت عملية الاستحواذ من السنة اللي مضت وهي أوردي يعني مبينة وواضح عليها إنها ما بدأ هاي عملية الاستحواذ تكتمل فمشان هيك شو ما كان فيه حكي راح تحاول إنه تلاقي له طريقة يتوضح إنه الأمور مش منيحة عم نشوف مبدئياً مواجهة جداً شرسة من شركة سوني بتجاه هذا عملية الاستحواذ بشكل بدها إنه بالنهاية تفشلها تخوفاً منها إنه فعلاً كولوف ديوتي تتصير حصرية لجهاز بلاي ستيشن ما كان فيه أي رض مبدئياً من جماعة السي ايم اي على هذا الكتاب اللي أرسلته شركة سوني بس مبدئياً زي ما حكيت سابقاً لسه يعني السي ايم اي ما وصلوا فعلياً إلى قرار رسمي حكوا إنهم راضيين أو موافقين على عملية الاستحواذ إلا زي ما تحكيت هي من الجزء الأساسي من محورين اللي هم مشغلين عليه واحد من هدول محاور متعلق في موضوع بشكل أو بآخر أو خدمات الألعاب بشكل عام والجهة الثانية طبعاً من التحقيقات هي متعلقة في تأثيرات عملية الاستحواذ على عمليات اللعب السحابي أو اللعب عن طريق الخدمات السحابية اللي لسه لحد هلأ هاي التحقيقات تبعتما انتهت على مبدئين السي ايم اي ديدلاين تبعها المفروض أنه يوم 26 أربعة خلاص ينهو كل تحقيقاتهم يطلعوا في قرار نهاية أكيد يحكوا فيه إنه شو هم من نتائج اللي وصلوا لها من خلال هاي التحقيقات فمنتمنى إن شاء الله أنه في نهاية شهر أربعة مع الصدور نحكي القرار النهاي للسي ايم اي يكون قرار إيجابي ونشوف رضا لإلهم مبدئياً عن عملية الاستحواذ اللي بناء على حتى ممكن المنظمات الثانية سواء كانت من التجارة الأوروبية أو من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية برضو إنه يأخذوا نفس القرار هذا الإيجاب يشوفوا السي ماي وافقت وإنه يمشوا بنفس المنهجية تبعتها ومجرد ما تبين أي أخبار جديدة عن هذا الموضوع رح أشارككم فيها برضو أول بأول خبر الثاني على قائمة اليوم متعلق في لعبة من ألعاب الجيم باس ومن لعبة من الألعاب الحصرية للجهاز الأكس بوكس اللي طبعاً خلال فترة الأسبوع اللي مضى كان فيه أخبار وظهور قوي لإلها لعبة كونتوم بريك اللي شفنا مبدئياً إنها رح تغادر خدمة الجيم باس وانصدمنا صراحة من هذا الحكي بناء عن أنه لعبة كونتوم بريك هي من الألعاب الحصرية للجهاز الأكس بوكس بالإضافة أنه حتى الشركة اللي عملتها بابلشينج أو نشر هي شركة أكس بوكس نفسها وستوديوهات أكس بوكس فكان فيه عملية استخراب واستهجان من اللاعبين إنه كيف لعبة من الألعاب الحصرية بتغادر خدمة الأكس بوكس جيم باس اللي احنا منعرف إنه مبدئياً إن كل الألعاب الحصرية لجهاز الأكس بوكس بيكون نزولها مباشر وفوري ودائم حتى على خدمة الجيم باس فكان هذا الحكي هنا اللي صدم اللاعبين اللي كان فيه تخوف إنه ممكن هذا الترند نشوفه يصيب ألعاب تانية ألعاب تكون حصرية لجهاز الأكس بوكس نشوفها عم بتغادر خدمة الجيم باس بس مبدئيا الأمور الآن توضحت وفهمنا الآن شو السبب اللي خلى هاي اللعبة إن شاء من خدمة الجيمباز وحتى اكتشفنا إنه هي تم إزالتها من منصة الستيم بشكل كامل على جهاز الكمبيوتر وكان طبعا السبب كله بسبب بعض الترخيصات اللي كانت منتهية أو فعليا حتى أوشكت على إنها تنتهي فشركة ريميدي انترتيتمنت الستوديو المطور وراء هاي اللعبة كان طالع على صفحته على تويتر وحاكي إنه يا جماعة ما إنه اللعبة هاي رح ترد ترجع مرة تانية على منصة الستيم وعلى خدمة الإكسبوكس جيمباز بمجرد ما إنهم يخلصوا إنه إعادة ترخيص بعض الشغلات أو المتركات الفكرية اللي موجودة كانت في هاي اللعبة ما حددوا مبدئيا شو هاي المتركات اللي بدهم يعيدوا ترخيصها لأنه منعرف مبدئيا إنه في مشاهير كانوا موجودين في هاي اللعبة وكان حتى في علامات تجارية برضو موجودة فيها بيتم بشكل أو بآخر مثل الدعاية لإلها يعني هذا الأمور مبدئيا مطمئنة لطمأننا إحنا كلعبين إنه مبدئيا ما في أي تخوف إنه ألعاب الإكسبوكس الحصرية نشوفها فعلا عم تنشال من خدمة الجيمباز مبدئيا ما حقوا أي موعد معين إنه متى ممكن هاي اللعبة ترجع يعني لعبة كونتوم بريك للأسف إن الألعاب اللي يعني بتخيل كانت المفروض تكون وجودة صراحة أقوى من الوضع الحالي تبعها يعني هي للأسف فشلت إنها تلفت انتباه اللاعبين وقت النزول يعني كان مبدئيا في اختلاف في بعض الآراء المتعلقة بالناس اللي قيموا هاي اللعبة اللي طبعا النهاية ارتد عليها وشفنا فشل هيك من ناحية المبيعات ما حققت المبيعات أو حتى الشهرة اللي كان الواحد بتمنى إنها تحققها أنا فعليا بالنسبة لأي اللي بعتها باللعبة كونتوم بريك من الألعاب المظلومة ونتمنى حتى فعليا مع خلال هاي الأخبار الآن والبلبل اللي عم بتصير على هاي اللعبة وعم نشوف اسمها مرة تانية برجع بشكل قوي على عالم الانترنت ومنصات التواصل تمنى إنه هذا الحكي ممكن يخلي شركة إكس بوكس إنها ترد تفكر إنه يعطوها هاي لعبة فرصة تانية ممكن نشوف جزء تاني لإلها خصوصا إنه لعبة كونتوم بريك فعليا الـ IP طبعها وحقوق الملكية فعليا هو تاب على شركة إكس بوكس فممكن بناءا على ردة الفعل هاي اللي شافوها من اللاعبين اتجاه إنه هاي اللعبة عم تنشال من خدمة الجيمباس ممكن إنه يعتبروا زي ممكن مؤشر إيجابي على إنه هاي اللعبة فعليا إضعطوها فرصة تانية ممكن الجزء التاني منها يكون تجاحه أحسن من الجزء الأول بشكل أو بآخر بصلا الله أعلم إنه هذا الحكي ممكن إنه فعليا أصير ولا لا أنا شخصيا بتمنى فعلا نشوف جزء تاني لإلها خصوصا إنه نهاية أصلا الجزء الأول كان نهاية مش واضحة وكاملة يعني بوحي فعليا بنهايتها إنه كان فيه امتداد لقصتها فمبدئيا بمجرد ما نشوف أي أخبار بتأكد عن عودتها لأنه إن شاء الله رح نشارككم فيها بس مبدئين أطمئنه اللعبة مغادرة رح تكون مغادرة مؤقتة ما رح تكون مغادرة دائمة لخدمة الجيمباس خبر الثالث على قائمة اليوم متعلق في لعبة دراجون إيج دريد وولف اللي عم نشوف الآن إنه شركة بيوير طالعة وحاكي إنه واحد من أعلامها الآن عم بعود لصفوفها مرة تانية عشان إنه يساعدها في إنهاء لعبة دراجون إيج دريد وولف وطبعا هذا العلم هو مارك دارا اللي شفنا إنه غادر شركة بيوير في عام 2020 وهو واحد من المطورين الرئيسيين مبدئيا اللي كان شغال على كل إصدارات ألعاب دراجون إيج يعني فعليا هذا الزلم من مؤسسين ألعاب دراجون إيج اللي صدمنا إنه في 2020 شفناه عم بغادر هذا الستوديو بالإضافة إنه واحد ثاني من أعلام بيوير برضو بنفس الفترة غادر وهو كيسي هدسون بس كيسي هدسون لسه أموره لحد هلا إنه بعيد عن هذا الستوديو بس مارك دارا الآن شفنا إنه شركة بيوير بتحكي إنه الآن رجع مرة ثانية كمستشار فني هو نوعا ما يعني ما رح يكون من صفوفها بشكل مباشر بينما هو جاي أزا كونستلتنت يعني مستشار بالنهاية رح ياخده منه من خبراته وآراءه عساس إنه يساعدهم في إنهاء اللعبة بالإضافة إنه شركة بيوير حاكي إنه برضو هي كمان عينت جزء من فريق اللي شغال على لعبة ماسف فكت عساس إنه يساعدها على إنها تنهي هاي اللعبة فمن الواضح مبدئيا إنه شركة بيوير الآن بدأت حاول هنا تسرع عملية تجهيز هاي اللعبة اللي أنا بتمنى شخصيا إنه ممكن نبلش نشوف أخبار عنها في منتصف هاي السنة من خلال مبدئيا الإيفنس اللي ممكن نشوف نزولها أو حدوثها في شهر ستة خصوصا في مؤتمر السامر جيم فستفل اللي رح نشوفه أكيد مع جيف كيلي ممكن إنه يشوف تواجد لهاي اللعبة اللي يكون فيه تريلر ممكن يكون فيه كشف لإلها بالإضافة إلى تحديد موعد نزولها اللي أنا بتوقع صراحة إنه رح يكون أكيد فيه سنة عشرين أربعة وعشرين لسه مبدئيا ما فيه أي معلومات قوية مؤكدة عن هاي اللعبة من ناحية شو القصة تبعيتها بس اللي منعرف إنها رح تكون متمحورة حول شخصية دريدولف اللي هو اكتشفنا بالنهاية إنه هو الشخصية الشريرة في نهاية الجزء الإنكوزيشن فمجرد ما تبين أي معلومات جديدة عن هاي اللعبة إن شاء الله رح أشارككم فيها برضو أول بأول خبر رابع على قائمة اليوم متعلق في إشاعات بتحكي عن الجهاز الجديد اللي شركة سوني شغالة عليه فبدايا نحن نعرف إنه شركة سوني نزلت جهاز البلاي ستيشن 5 تبعها في شهر 11 من 2020 بعد فعليا يومين من شركة مايكروسوفت لما نزلت الأكس بوكسير اس اكس و اس تبعها جهاز البلاي ستيشن 5 يعتبر من أنجح أجهزة الكونسولز اللي شفنا مبيعات لإلها مبدئيا تقريبا فعليا وصلت مبيعاتهم بحدود 30 مليون وحدة تم بيعها من لحظة فعليا نزوله من 2020 لغاية شهر 2 من 2023 فعليا آخر أرقام بتحكي إنه تقريبا بحدود 30 مليون وحدة تم بيعها عالميا فمبدئين الآن في إشاعات طالع انترنت بتحكي إنه شركة سوني شغالة على جهازه جديد من أجهزة البلاي ستيشن اللي طبعا رح تشوف نزول لإلها حتى قريبا كان هاي إشاعات صادرة من واحد من أقبل إنسادرز اللي موجودين في عالم الألعاب تم هندلسون اللي كان طالع على ستريم الخاص فيه كان مبدئيا طالع وحاكي للمتابعين تبعينه إنه عنده أخبار وتأكيدات رسمية من شركة سوني إنها جهازه على جهاز جديد من أجهزة البلاي ستيشن اللي حاكي إنه ليس البلاي ستيشن 5 برو اللي كان فيه إشاعات بتحكي إنه برضو شركة سوني شغالة على نسخة جديدة من جهاز بلاي ستيشن 5 رح تكون جهاز أقل حجما وأخف وزنا وأفضل أداء من جهاز بلاي ستيشن 5 بس تم هندلسون حاكي إنه هاي المعلومات اللي هو بحكي عنها هي مش متعلقة بلاي ستيشن 5 برو بينما الجهاز اللي جديد أو القطعة اللي جديدة اللي هو بحكي عنها رح تنزل فعليا قبل نزول بلاي ستيشن 5 برو حاكينا وبدئيا ما بيقدر يشارك بأي معلومات تاني عن هذا الجهاز وشو طبيعة عمله بينما حكي إنه رح يكون جهاز جديد أو واحدة جديدة جدا فعليا متشوق إنه يشوف كشفها وحكي إنه شركة سوني يعني فعليا قريبا رح تكشف عنها وحتى متشوق إنه كيف الشركات المنافسة رح يكون ردة فعلهم لما شركة سوني تكشف عن هاي الوحدة أو الهارد وير بشكل أو بآخر وزيما ببدايا مش داخل فيه تفاصيل كتير متعلقة في هذا الجهاز بس هو من الواضح إنه كتير متشوق لإله مبدئيا من بعد ما طلع هذا الزلمة على الستريم تبعه وحكي عن هذا الموضوع بلشوا كتير من الناس بردوا بيرجعوا لإشاعات كانت جدا قديمة من واحد من موظفين شركة التكتولوجيا والإلكترونيات اسوس اللي حكي إنه فيه الآن شراكة ما بين شركة اسوس وشركة سوني عساس إنهم يتعاولوا وينتجوا جهاز لعب يكون يدوي هاندهيلد كونسول اللي كان ممكن مبدئيا بيحكوا إنه رح يكون اسمه جهاز بلاي ستيشن فيتا وكان هذا الحكي مبدئيا إشاعات بس ما نأخذت فعليا بكل قوة بسبب إنه كان هذا الشخص فعليا غير موثوق منه ومصادره غير مؤكدة بس من خلال طبعا الآن الأخبار اللي طلعها توم هندرسون الآن بلشت فعليا الأمور تتوجه إنه فعلا إنه رح نشوف نزول لبلاي ستيشن فيتا اللي هو نسخة تانية منه بشكل أو بآخر بما أنه حكي أنه هي ليسة بلاي ستيشن 5 برو أتمنى الآن وكل التوجه إنه رح يكون فعليا نشوف عودة مرة تانية لشركة سوني شوف عودة لها للأجهزة المحمولة من الألعاب على غرار مثلا جهاز الفيتا الله أعلم إذا رح يكون اسمه فعليا فيتا ولا ممكن يعطوه اسم تاني إذا كان هذا الحكي صحيح وإذا كان فعليا هاي الإشاعات متعلقة بهذا الجهاز ولا حتى ممكن يكون في إيش تاني ببالهم شركة سوني شغالة عليه بس أنا شخصيا أتوقع فعليا إنه توجه شركة سوني للأجهزة المحمولة هو رح يكون الإشي اللي الآن هاي الإشاعات بتحكي عنه خصوصا أنه توم هندلسون عم بيحكي إنه كيف رح يكون ردة فعل الشركات المنافسة لإلها ففعليا إذا كان حكي توم هندلسون صحيح والإشاعات اللي كانت عم تحكي عن موضوع إنه شركة اسوس الآن في شراكة مع سوني عشان يعملوا جهاز محمول جديد صحيح بيكون فعليا هي شركة إكس بوكس اللي شركة الوحيدة اللي الآن ضلت بدون ما يكون إلها جهاز محمول أنت كلاعب تقدر تستعمله عشان تلعب الألعاب تبعته رح يكون الآن فعليا نزول لشركة سوني مرة تانية يتنافس جهاز ستيم ديك بالإضافة إلى جهاز النيتندو سويتش من ناحية الأجهزة المحمولة للألعاب بشكل أو بآخر لسه الآن مبدئيا هي إشاعات ما في تأكيدات رسمية لا من شركة سوني ولا حتى من إيسوس اللي كان سابقا كان فيه واحد من موظفين هزي ما حكيت طالعا في هاي الإشاعات بمجرد ما تبين أي معلومات أو أي تأكيدات رسمية عن هذا الموضوع برضو رح نشارككم فيها أول بأول هذولا من الأخبار اللي مروا علينا خرار فترة الأسبوع اللي مضى بتمنى إن شاء الله في نهاية هذا الفيديو يكون عجبكم وفي حل لو عجبكم بتمنى ما تنسوا تضغطوا زر اللايك لو سمحتوا وإذا أنت كنت مشاهدي جديد لأول مرة بتشوف قناتي محتوائي بتمنى تضغط على زر الاشتراك أهلا وسهلا فيك بشوفكم فيديو محتوى آخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم